السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله فيديو النهاردة بسيط وسهل التنفيذ حنشوف مع بعض ازاي نحول دهان انتري قديم الى لون حديث ده كده شكل الانتري اللي حنشر عليه فيديو النهاردة وكده الشكل النهائي بعد ما انتهينا من مراحل التشتيب ده كده الشكل النهائي حنشوف مع بعض الخطوات ازاي شرح التفصيل من البداية لنهاية فلو انت مهتم خليك معايا لان بجد حتستفاه لو اول مرة بتشوفنا فضلا وليس امرا اشترك في القناة الفيديو وشارك الفيديو ده مع غيرك علشان يستفاه تمام? انا بقى بعد ما جهزت الخامة اللي حبدأ اشتغل بيا الخامة دي عبارة عن اساس دوكو ناري لون ابيض وضفت عليه بس احمر وبني وشعر من اللي سود علشان اطلع نفس درجة اللون دي تمام? وابدا بقى ارش بنفس الطريقة لان بالنسبة للون اللي حشطبه انا حشطب لون مكة لون مكة دوكو متالك حشطب عليه بروتين نص لامعة فكان لازم اعمل بطانة ارضية للون التشطيب يعني انا مينفعش ان انا حعمل لون بني مكة وااسس تحت طبيعة لا طبعا لازم اعمل نفس درجة اللون او قريبة منها بس بحيث ان هو يريح معي في التشطيب ويريح معي في الالوان وما ياخدش معي برضك مجهود ولا وقت وابدا ارش شغل بنفس الطريقة وش واثنين وثلاثة لغاية ماكسي الشغل بتاعي بنفس الطريقة تمام? بالنسبة للمرحلة دي بقى احنا عملنا طبعا المرحلة قبلها مرحلة اه معجون ومرحلة فلر تمام? وسبناها انين شفوا وعملنا عليه المرحلة دي علشان نهيوه لمراحل التشطيب انا بقى بعد ما جهزت المكة بتاعتي ده لون مكة متالك ادوكم ده يا شباب او المتالك ده اللي هو المستخدم في دهان السيارات وابدأ اضيف عليه الطنر الطنر الحار بابدأ اضيف عليه بس النسبة كده 10% تمام? اه اللون المكة ده بيجي منه درجات كتير انا بابدأ اجيب اللون المكة اللي هو الفاتح وابدأ اضيف عليه بس شعرة من الاحمر وحاجة بسيطة بس من الفدي وحاجة بسيطة بس من الاسود علشان اطلع نفس درجة اللون اللي انا برشاها حاليا تمام؟ انا طبعا ما بشتغلش عشوائي انا بالنسبة للون اللي الزبوت بيختاره او بيجيب له صورة منه بابدأ اقرب اللون عليه تمام؟ بس بالنسبة للمكة ده في منها فاتح وفي منها غامق جاهز تمام؟ وبردك لو اي حاجة مش واضح عليك في الفيديو حطنا الصفصارك في التعليق وان شاء الله هارض عليك واوضحها لك تمام؟ اه بابدأ بقى ارش الشغل بتاعي وش واثنين وثلاثة لغاية ما يزبط معي اخلي بس ايديا كده على ارتفاع كده تلاتين سنت بعيد عن الشغل عشان الشغل ما يريحش معي او ما يسيلش وطبعا ما ينفعش ان انا غطي ايه الشغل بتاعي مرة واحدة لا لازم ارش وش وازبر عليه وارجع ارد عليه وش تاني بحيث ان انا ايه الشغل بتاعي ما يدمعش او ما يسيلش من تمام؟ وابدأ ارش بنفس الطريقة وش واثنين وثلاثة لغاية ما خلاص احسي ان خلاص الشغل بتاعي كسا وطبعا بين كل مرحلة ومرحلة لازم تتركه يوم كامل يعني انت ما ينفعش تشتغل شغلك كله وارا بعض تمام؟ لازم تترك الشغل بتاعك يوم كامل وتبدأ في المرحلة اللي بعد كده بالنسبة للمرحلة الاولى احنا زي ما وضحت لك احنا عملنا مرحلتين مرحلة معجون وسنفرناه ورشينا عليها في ده كده الشكل الطائم يا شباب بعد ما انتهينا من مرحلة الدوكو نتركه بقى يجف كويس جدا ونروح للمرحلة اللي بعد كده المرحلة اللي بعد كده بقى هي مرحلة البتين الاماكن اللي زي كده انا طبعا ما بس بها السادة كده لازم ابدأ اجهز لها بتينة علشان تدي منظر معايا جمالي ومنظر حلو كده فما ينفعش ان انا سيبها سادة دي كده الشكل البتينة بتاعتنا البتينة دي عبارة عن انابيب بتيجي منها سود ومنها بني ومنها خضر وفي منها الوان كده فدايما الوان البتينة لما تكون لونها غامق بتبدأ تبرز الشكل الجمالي عندك ويظهر معاك اكتر تمام احنا جبنا بتينة لونها بني وضيفنا عليها بس شعرة من اللي سود شعرة بسيطة حاجة بسيطة بسيطة بحيث ان هو يكسر البني يديني غامق شوي تمام عشان يظهر معايا نفس الشكل ده الاماكن بقى اللي انا بشاور لك علي دي طبعا بيبقى فيها سنن او حاجات بسيطة كده لما بدققها بالفرشة لازم بدققها بالفرشة طبعا تمام بنفس الطريقة وابدأ ايه اماشي الشغل كل بنفس الطريقة يعني الموضوع سهل وبسيط اي حد يقدر ينفذ الكلام ده يعني الموضوع مش صاهب ولا حاجة وببدأ اجيب بقى فرشة كبيرة وببدأ ايه اماشت كله مع بعض الفكرة من كده اللي انا بعمله حاليا او انت بتعمل ليه كده طبعا الاماكن دي لما تبتنها بتبدأ تبرز معاك ويبدأ يظهر المنظر الجمالي بتاعها اكتر وبردك انت لو عايز تغمع اللون مش شرط ان انا عامل لون فاتح انت تعمل لون فاتح ممكن تزوده لغاية ما يبقى بن محروق هو طبعا كل ما يكون اللون غامق بيظهر معاك اكتر تمام انا بقى ببدأ امسح العالي زي ما وضح معاك يعني منظر جمالي فخم ومشاء الله عليها حاجة كويسة جدا يعني الصورة بتشرح نفسها يعني مش محتاج اللي انا على عليه تمام الاماكن اللي انا بشور لك عليها دي يعني ايه تخليها غامق بس نفس ايه الدرجة اللي انت عملتها تمام انا بالنسبة للتشطيبة انا حشطب عليه بروتان نص لمعة تمام ده كده الشكل هو يا شباب ظهر يعني يعني انت لو عايز تغمع اللون زي ما وضحت لك حتضيف عليه بس شعرة من اللسم ده كده البروتان بتاعنا من بروتان وده المصلب طبعا البروتان ده نص لمعة طبعا انت لو عايز تشطب لمعة كاملة عادة ما فيش مشكلة برضك فيه منه ربع لمعة وبابدا اخلط عليهم الطنر الحال بالنسبة للبتينة بقى انت لو حتشطب شغلك على طول عادي ترش البروتان بتاعك بنفس الطريقة تمام اما انت بقى لو حتسيب شغلك يوم واثنين وثلاثة فلازم تثبت البتين لان البتينة دي احنا عملناها ضيفين عليها بس الزيت مفتاحين عشان يبقى لين كده ويمشي معانا في الشغل فانت لو حتسيب شغلك لتاني يوم لازم تثبته طبعا تثبته بالصلحة تمام يعني ما شاء الله فخامة و جمال يعني الصورة بتشرح نفسها دي كده شكل البروتان اهو شباب يعني حاجة يعني الصورة بتشرح نفسها مش محتاج اللي انا علق عليه وبابدأ بقى ارش ووشي واثنين وثلاثة ما ينفعش طبعا ان احنا نضغط على الشغل مرة واحدة بابدأ ارش ووشي واسيبه يشمع واجيبي اللي جنبه بحيس ان انا لان الشغل اللي واقف دي دايما لو انت منتش متحكم فيه كويس جدا ممكن يريح معي فالافضل انك ترش ووشي ويسيبه يجفه وترجع عليه ووشي تاني تمام وابدأ ارش بقى ووشي واثنين وثلاثة لو عندك اي استفسار واي نقطة مش واضحة ليك في الفيديو حطونا استفسارك وان شاء الله هرد عليك في الحال ما تنساش تشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا وتدعم الفيديو بلايك وشارك الفيديو دا مع غيرك علشان يستفان دا كده الشكل الكورسي يا شباب بعدما انتهينا اتمنى يكون استفدت من الفيديو في الختام اتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته